يعني هو مفروض ننسح كل الناس أن هي يا جماعة مراكز التجميل حاجة والدكاترة حاجة تانية خالص يعني كوني أن أنا أروح مركز تجميل وأي حد يلعب في وشي كده ده حاجة والحاجة التانية والأساسية أن أنا أكون أنا يعني دكتور هو اللي بيعمل لي ده طبعا طب إذا وصلت بقى التجعيد دي عدينا خلاص مرحلة التجعيد البسيطة ودخلنا في أنها بقت ترهل أو يعني بقت الفاين لاينز بقت ديب لاينز يعني الخطوط بقت دخل الجوة وبينة جدا يبقى نلحق بسرعة بسرعة ما فيش حل هينفع يحل المشكلة دي تقول لي اكتبي لي يا دكتور كريمات لأ ما هو أنت دلوقتي خلاص مدام التجعيد عدينا مرحلة البهتان والكلام ده وبقت التجعيد مش بسيطة تحولت لتجعيد عميقة تحت العين بقى فيه هالات بقى عندنا خطوط 111 خطوط في الجبهة خطية الابتسامة بتادوا يبانوا يبقى نلحق بسرعة نحل الموضوع الكريمات ما بقتش هي الحل دلوقتي خلاص يبقى الكريمات دي ينفع نستخدمها عشان الناس اللي تيجي تسألني السؤال ده كثير قوي ينفع نستخدمها عشان تطول مدة البوتوكس أو الفلل اللي احنا هنعمله عشان تخليه يقعد معانا وقت أكتر عشان نقدر نحافظ على بشرتنا فيها ترتيب وفيها نضارة مع الحاجات اللي بنستخدمها ولكن من الكريمات ما بقتش الحل هنا مثلا احنا الحالة دي عملناها الاسبوع اللي فات في العيادة الناس اللي تتخل عندنا على الصفحة عملناها لايف وانا قاعدة على الكورسي بالموبايل عادي جدا موبايل بتاعي يعني كورتي شغالة وطالع لايف على الصفحة شغالين دي استخدمنا فيها الخيوط كانت مشكلتها يا حبيبتي قوي كانت مشكلتها ان احنا عندنا تهدل هنا في منطقة الفك سيما انت شايف احنا في علامة الجلد بقى واقع عند منطقة الفك والفك بقاش مرسوب فقلت لها بص يا قلبي يلا نعمل ايه خيوط قيت لي بجد يا دكتور طب بقى توجعني قلت لها طب يلا ايه رأيك تيجي نطلع بيها لايف وطلعنا بيها لايف وعملنا الخيوط احنا مفصلناش ومقطعناش ومأخدناش بالضبط خمس دقايق وشدينا الفك ورسمنا الفك زي ما انت شايف تمام طبعا انت شايف ان هو في العيادة ومدون اي فوتوشوب الحالة دي طبعا كان عندنا مشكلة في الخد عندنا محفر الخد زي ما انت شايفها فوق واخد من خندك الدموع ونازل خطي الابتسامة وهي عايزة حاجة سريعة بنفس طبعا هدومها زي ما انت شايفها حقلنا فيلرز فيلرز للنضارة الفلر ده مفروض ان هو انا تكتب بتبان وقتي يعني زي ما انا شايفة في صورة فوق وتحت ده وقتي مش مش في خلال اسبوع ولا اي حاجة وقتي كمان عندنا فيلرز جديد وهيل هيل هيل وريح الناس كلها فيلرز بتقعد معانا من سنتين وطالع مفيش ليها اي side effect بيقعد معانا وقت طويل من سنتين وثلاث واربع سنين اختبرناه مع كل العينين بتاعتنا الناس اللي مش عايزة تيجي وتتردد كتير على عاليات التجميل ما بقاش اللي هو بيقعد شهرين وثلاثة والناس يجي تقول يا دكتور الفلر فاش طبعا مش بتاعنا احنا بنحقن دلوقتي فيلرز شبه دائم بيقعد مع العيان كل سنة بيقعد منه اكتر من نسبة نصف الفلرز اللي اتحقنت اشتركوا في القناة